اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وحلقة جديدة في رحلتنا مع الاكسل ان شاء الله الحلقة دي هي الحلقة الاولى من مجموعة حلقات هنتناول فيها موضوع واحد بس وهو كيفية التعامل مع قواهد البيانات في كل حلقة من الحلقات الجاية ان شاء الله هنبدأ نتعرف على اداة من الاكسل الموفرها لتسهيل عملية التعامل مع قواهد البيانات ونبدأ باول اداة عندنا نهاردة وهو تسلسل القيم ونبدأ على بركة الله في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نعمل تسلسل للقيم بتاعتنا وليكن المثال اللي قدامنا ده هنشتغل عليه في خلال رحلتنا مع قواهد البيانات وهو بساطة بيحتوي على بيانات الموظفين عندنا زي الاسم والوظيفة ومستحقتهم زي مرتب العلاوات واجمال المستحق والاستقطاعات وصافي الراتب واول حاجة هنتعلمها هي كيفية تسلسل القيم يعني ايه يعني في شركتنا فيها عشر موظفين فقط ونفترض ان الشركة وظفت عشر موظفين جداد فانا هتطر اكتب الموظف رقم 11 12 13 وهكذا طيب نفترض اللي فيه مية موظف هل هيكون من المنطق اللي انا اقعد اكتب طبعا لو كتبت من عشر حد مية الشغل بتاعنا وقته هيتول جدا ففي حالتنا هنا الاكسل اللي موفر لي اداة تسمى اداة فل وهي للملء التلقائي للخلايا طيب تعالي نتعرف عليها طيب تعالي نشوف نقدر ازاي نعمل تسلسل للقيم اللي عندنا وهي الرقم الموظفين فمثلا انا عايز التسلسل يكون من الموظف رقم واحد الى الموظف رقم مية تعالي نشوف هنبتدي نعمل الكلام ده ازاي اول حاجة هنعملها هو تحديد اخر قيمة عندنا وهو الرقم 10 ومن قيمة home block editing نختار اداة فل ونقوم باختيار اداة serious فهيبتدي ازهر لي مجموعة اختيارات اولا هو serious in حضرتك عايز اتجاه التسلسل يكون في صفوف ولا في اعمدة لا في حالتنا هنا انا عايز التسلسل يكون في اعمدة فاختار اختيار column والاختيار التاني هو نوع الارقام اللي عندنا هل هو تاريخ ولا ارقام عادية ففي حالتنا هيكون ارقام عادية طيب نشوف الجزء اللي تحت وهو بيسألني على step value يعني الخطوات اللي الاكسل اللي هيخطوهنه هل عايزه يكون رقم متسلسل يعني يكون 10 11 12 ولا مثلا يكون 10 15 20 يكون الخطوات بينهم 5 لا في حالتنا انا عايز الخطوة بينهم هيكون واحد طيب stop value حضرتك عايز اخر قيمة عندنا في التسلسل يكون كام في حالتنا هتكون 100 هكتب له 100 وبكل سهولة هضغط اوكي بالشكل ده الاكسل اللي ضاف لتلقائي الميت موظف اللي احنا عايزينه من غير مكتبهم يدويا control z ونجرب حاجة تانية نضغط fill serious والاتجاه يكون columns ولكن في المرة دي نختار مثلا ان ال step value تكون بخمسة و ال stop يكون بخمسين نضغط ok اه بالشكل ده مشايلي عشرة 15 20 25 الفانية بينهم خمسة وهكذا نقدر نتحكم في التسلسل بتاعنا طيب احنا كان عندنا طريقة تانية وهي الضغط على اخر قيمة برضو والسحب من ال hand الظاهرة عندنا نبتدي نسحب للنطاق اللي احنا عايزينه نسيب بالشكل ده نسخل القيم طيب ام عايزه يكون متسلسل هبتدي اضغط على المربع ده واختار fill serious ولكن الطريقة دي مش هتكون فعالة مع التسلسلات الكبيرة زي في حالتنا كنا عايزين نضيف مت موظف طيب تعال نشوف نقدر نعمل fill زي للتاريخ عندنا التاريخ اللي قدامنا هنختاره ونختار fill و serious هو طرقاء اختار للنوع تاريخ حضرتك عايز اللي step يكون day ولا weekday ولا month طيب انا اختار month واخر تاريخ انا عايزه يكون مثلا 36 نضغط اوكي وبالشكل ده قدرت اعمل تسلسل للقيم اللي عندي الفرق بينهم شهور اقدر اتحكم فرق بينهم ايام اسابيع سنين زي ما انا عايز وبس كده دي كانت كل حاجة في حلقتنا النهاردة اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة اللي جاية سلام مساك giberg موسيقى 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 شهر موسيقى موسيقى